اللي سنتي أنا صابر اللي غناها الجسمي قلت إن دفاع لك وكان يعني كريم ومن ضبط أكثر واحد كان جيد بيهم أنا ما اعتزازي بخوان العراقيين الفن العليم وقلت لك ما أعتهم ثقافة مع الفن الخليجيين عودوهم على قانون يمشوا عليه تواصلوا ياكب نفسي حسيني الجسمي له وشلون نعم نعم رجل اتصل وعن طريق صديق طبعا يعني صديقي يقل لي باعلي نطيه الحسيني الجسمي ويجور عليه كيف قال لك على الأغنية؟ قال لي حسيني الجسمي يريدها قال صديقنا تذكرك تليه يذكر شو مشكلة أخير يأخذه معادي أولا يهمك قال فلوسها واصلة من يمي هو صديقة زين للتاريخ بياش بعتها إلى أشوف لحد الآن قلت لك صديقي خالد عالموسى النقبي وجه له تحية صديق الحسيني الجسمي نقعد نحن سواء نتعلل هوا على مدرأة شعود وغنى مدرأة شعود أنا شفت حسيني الجسمي الحقيقة قبل ما يشتهر المطلب الوحيد الذي يغني فيروز ويغني مكلثوم ويغني مغربية مطبيعي أكثر أفضل من المغربين وصوت مكانية ويغني فيروز يعني اللون الإماراتي اللون خاص حسنا جاوبتني على سؤالي ها الأجور الموضوع الأجور رأشوف قلت لك معاوديهم على أنه يقدرونه كل شيء حسين جسمي قلت له صاد حسين حبيبي أنا الأجور سلامته من خالد خالد هو يطيني قال لي لا أنا ما علاقة بخالد أنا أعطيك فلوس تأخذ فيه لازم تأخذ هوين كان باللبنان جاني قلت له صعبة من خالد قال لا تأخذ من عنده هو راح يطيني وانت راح الطين ما يصير قال لا هاي هدية من عندي بس انت حقوقها لازم تأخذ بسين الرجل مخابرني وراء عشر دقيق مدير أعماله ميار وجهته تحية قال أبو علي بالمطار الثاني أنا راح أروح للبنان على الحسين فأكو أمانة قال لي نطيه الحسين القطيس قريب عليهم قريب على الشارج المطار شافني قال لي بو علي هاي الظروف يعني جماعتنا من العلاقية اش قد كان بالضروف مجاوتني فريتها علي يعني كان على قد يمكن أربع أغاني تقريبا اش قد يفلوس بيش أنا صابر و بيش مباعت والله ما أذكر كان ما بلغول أنه تعرف فيزا كارتي بجيوب نشوف مريد مكان يعني فوق الخمس تالاف جوا الخمس تالاف دولار يعني تقريبا ثلاث تالاف أرباح تالاف أرباح تالاف زين بالتأكد قد يمكن سمح